ما هو الفرق بين السلم وبين يبيع الشخص ما لا يملك هو باع باع شيء بالوصف يجوز بيع الشيء بالوصف المنضب بالوصف المنضب زالت الجهالة زالت الجهالة وهو سيملكه في النهاية فإذا لم يملكه ينفسخ البيع في ذلك الوقت ويرجع الدراهم على صاحبها ما فيه خبر ولا فيه غرض إن وجد السلعة في وقت الحلول أخلا وإن شاء أن ينتظر إلى أن يحصل عليها المدين فله ذلك وإن شاء أن يفسخ ويأخذ الدراهم التي سلمها فله ذلك وهذا الشيء نباحه الله ورسوله لا نعترض عليه حاجة الناس تستبعي هذا